السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم أحلى كشارين للأمانة مرة مرة لذيذ دائماً إحنا نعمله بالرز المصري هالمرة عملته بالرز مزة رشيد طلع ولا أروح عملته طبقات هذه الطريقة تعلمتها من شيف والله في فندق مريض في مصر طبقات بس إحنا أحياناً نعمله مخلوق مع بعض هذا البصر المحمر اللي عملته في رمضان وحطيته في الثلاجة كل يوم سأخدم منه وهذا الصوص طبعاً أحياناً نحط معاه حمص بليلاً رشه على الوجه هالمرة ما حطينه قالولي لا تحطين في البيت عندي ما يحبون كثير الحمص بس يعني بصراحة روعة الرز طلع يجنن هو رز مزة ما في ريحة الرشيد ما في ريحة وبعدين الحبة حقته بيضة وما تتكسر ونذيذ جداً لكل الطبخات هذا هو لما حركناه مع الصوص الحار ولا أرواع وأمله سهل تعرفون أنتو طبعاً الكشري خطواته جداً بسيطة رزق مزة الرشيد غسلته نقعته مع رشة مل ورشة خل وخليته على جب العدسة نقيناه وغسلناه نقعته بموية دافية ساعتين لو أكثر أحسن هذا البصل اللي قلت لكم عندي في الثلاجة نصف كيس مكرونة سباكتتي ونصف كيس مكرونة خواتم صغيرة بصل كمون ثوم كزبرة يابسة وفلفل أسود وفلفل أحمر شطح حمرة طماطم ومعجون طماطم الزيت هذا هي نصخن جدر كبير نحط فيه زيت موية مغلية وزيت وملح بس يغلي تمام نسقط نوعين المكرونة مع بعض رح ينسلقون كلهم مع بعض ما فيه مشكلة 20 دقيقة نحطهم في المصفاية نرشهم بالزيت شوية زيت عشان ما يتلصقون فيه جدر نصخن زيت نقلب البصل لما يشجر نحط له كمون وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وملح نقلب العدس نحط له موية اللي يغطيه نخليه لما يتفلفل يشرب كل الموية على نار هادئة حيصير لين وطعمه يجنن في قدر ثاني نفس الخطوة نعملها نصخن زيت نحط البصل نقلبه لما شوية يذبل بدون ما يتغير لون ويذبل يذبل شايفين نحط له فلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة نقلبه تمام هنا البصل رح يشرب البهارات ونقلبه بالرز يفضل بعدين أبيض ما يتغير لونه لانه البصل هو اللي شرب البهارات هذا هو رز مزة الرشيد الرز الحين يصفيه من موية النقع ونقلبه نقلبه يتشرب نحط له الموية الصاخنة بس يغلي نغطيه ضرع ما ننسى الملح نغطيه لما يتفلفل في الخلاط نحط الطماطم نضربها تمام تمام نصخن شوية زيت في قدر نحط الثوم المهروس نقلبه لما يصفر لون الثوم نحط له الطماطم اللي بالخلاط نخليه لما يغلي شايفين نحط له الحين كمون كزبارة ناشفة هذا معجون طماطم علبة كاملة معجون طماطم بعدين نحط له كمون فلفل أسود كزبارة وشطة حمرة حسب الذوق يبغى كثير يحط كثير يبغى شوي يحط شوي يغلي شايفين يعقد تمام تمام نحط له خل حوالي ثلث إلى نس كوب خل يغلي تمام معه غرفنا أول شي الرز بعدين العدس بعدين المكارونا رشينا صوس نص الصوس والبصل المحمر وباقي الصوس حطينا جنبه اللي يبغى زيادة الحين هالخطوة اللي يبغى حمص اللي هو البليلة صاخنة يخطوه فوقه بعد يطلع أكيد لذيذ بس أنا يومها ما حبه ألف عافية لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب تابعوني كل يوم إن شاء الله كل يوم في وصفات حلوة يعني هذا من وجبات الولائم اللي تجنن هو صحيح الحين طبقات بس ما نحطهم في الصحن هيختلطون مع بعض هذا هو صراحة عندنا مرة مفضل دائما في الولائم يكون في طبق كشري حتى يعني في ناس كثير متخصصين ما يعملون بس كشري بيعون بس كشري قد من هو مرغوب بيعون بس كشري